روسيا اليوم عن قلقها البالغ من زيادة احتمال حدوث تدخل عسكري أجنبي في سوريا بعد الضربات التي وجهت طيران العدو الإسرائيلي لمواقع حول العاصمة دمشق يأتي هذا فيما قال التلفزيون السوري إن دمشق سامحت للفصائل الفلسطينية بمهاجمة إسرائيل انطلاقا من الجولان المحتلة يوما بعد يوم تخرج الأزمة السورية عن السيطرة باتجاه إشعال المنطقة بأكملها وتأتي الضربة العسكرية التي وجهتها إسرائيل إلى مواقع عسكرية واستراتيجية داخل عمق الأراضي السورية لتزيد الأزمة تعقيدا وتضيف إليها أبعادا وأطرافا كانت خارج الحسابات حتى الأحد الماضي ما ينظر بتصعيد خطير يتمثل في احتمال تحول الصراع الدائر في سوريا إلى صراع على المستوى الإقليمي موسكو عبرت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أليكسندر لوكاشيبيتش عن قلقها البالغ من زيادة احتمال حدوث تدخل عسكري أجنبي في سوريا بعد الضربات التي وجهها طيران العدو الإسرائيلي لمواقع حول العاصمة دمشق وأشار لوكاشيبيتش لأن بواعث القلق ترجع جزئيا إلى تقارير إعلامية تحدثت عن استخدام مزعوم للأسلحة الكيموية في الصراع الذي سقط خلاله في عامين أكثر من سبعين ألف قتيل الوضع يتفاقم في سوريا وحولها في الأيام الأخيرة وهو أمر يثير قلقا خاصا لدينا إن تصعيد المواجهة المسلحة يزيد من احتمال ظهور بؤر التوتر في لبنان أيضا بالإضافة إلى سوريا ومن احتمال زلزلة الوضع الذي ما زال هادئا إلى حد ما حتى الآن في منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية نعتقد أنه ينبغي منع التدخل من الخارج وضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى في المنطقة وسلامة أراضيها فتدويل الصراع الداخلي في سوريا هو أمر غير جائز دمشق من جانبها لوحت بخيارات مفتوحة للرد على الغارات الإسرائيلية وفي تطور لافت قال التلفزيون السورية أن دمشق سمحت للفصائل الفلسطينية بمهاجمة إسرائيل انطلاقا من الجولان المحتلة في المقابل رأى محللون أنه مثل ما حدث بعد هجوم مماثل في نفس المنطقة في يناير الماضي فإنهم يعتقدون أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يختار دخول معركة مع جارة مسلحة بشكل جيد في الوقت الذي ينشغل فيه بالحرب ضد الجماعات المسلحة في بلاده وعلى الرغم من هذه التحليلات إلا أن السلطات الإسرائيلية عززت من الإجراءات الأمنية في سفارتها في أنحاء العالم كما أغلقت المجال الجوي شمال البلاد أمام الرحلات المدنية بسبب المخاوف من رد عسكري انتقامي من الجانب السوري هذا ونفى مسؤول في وكالة المخابرة المركزية الأمريكية أن تكون وكالته قد أخطرت مسبقا أو علمت بنية إسرائيل في شن هجوم جوي على سوريا ترجمة نانسي قنقر